السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي واليوم معنا فتح صندوق ومراجعة سريعة لفرد العائلة الجديد من عائلة P30 من شركة هواوي عندنا اليوم P30 Lite النسخة المطورة 2019 إن شاء الله حيبدأ البيع في يوم 24 من هذا الشهر فخلينا نشوف المراجعة السريعة مع بعض حينزل بالسعر 1099 ريال خلينا نشوف الفيديو مع بعض ونفتح مع بعض صندوق P30 Lite النسخة المطورة النسخة المطورة 6 جيجا الرامات فنشوف اللون الجميل جدا مع بعض هذا هو الجهاز نشوف محتويات العلبة على السريع زيها زي أي علبة جوالات عندنا كتالوج عندنا دبوس الشريحة وأيضا عندنا الكفر الشفاف اللي هي عادة كرم الشركات الصينية اللي يحطوه مع الجوالات عندنا السلك التايب سي يدعم الشحن السريع وعندنا الفيش أيضا اللي يدعم الشحن السريع وعندنا أيضا سماعة سلكية اللي هو الثلاثة ونصف اللي لسا محافظين عليه في هذا الجهاز طبعا هذا ميزة صراحة لأنه البي ثيرتي والبي ثيرتي بو ما فيه مدخل اللي هو الثلاثة ونصف تبع السماعات هذا هو اللون الرائع جدا وهو أجمل لون صراحة في هذه الفئة البي ثيرتي لايت النسخة المطورة 2019 عندنا هذا هو الجهاز ثلاث كاميرات من الخلف عندنا من الأسفل عندك مدخل شاحنة تايب سي عندك الثلاثة ونصف تبع السماعات وعندنا هنا السبيكرات عندك هنا بصمة بالخلف بصمة أصبع وعندنا أيضا مدخل شريحتين أو شريحة وذاكرة لو جينا للجنب عندنا زر التشغيل زر اللي يرفع الصوت واللي يوطي الصوت وعندنا من الأعلى حيكون مداخل الشريحة الجهاز خفيف جدا ومسكته باليد رائع جدا وعندنا زي ما ذكرت اللي هو أتراب الكاميرا بالخلف ثلاث كاميرات الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بيكسل وعندنا كاميرا 8 ميجا بيكسل للزاوية العريضة وعندنا الكاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل الجهاز يجي عندنا بشاشة جميلة جدا الشاشة مقاسة 6.15 إنش أيضا بدقة اللي هو 2312 في 1090 بيكسل الشاشة يجي فيها قطرة الندى زي ما تسميها هواوي وهي الكاميرا الأمامية لمحبي السيلفي تقريبا 24 ميجا بيكسل أيضا الكاميرا مميزاتها تدعم الذكاء الاصطناعي اللي هو الوضع التجميلي والكيوموجي وأشياء جدا كثير عندك أكثر من مشهد تتعرف عليه مشهد اللي هو الطبيعة، السماء، الأكل وإلى آخر وأيضا من ضمن الذكاء الاصطناعي إنها تتعرف على اللي هي المنتجات وتجيب لك أيضا من خلال البر كود اللي هو المنتجات المشابهة للتسوق وأيضا أشياء جدا كثير بداخل إعدادات الكاميرا الأمامية وأيضا الخلفية أيضا عندنا الجهاز يدعم بصمة الوجه بمجرد أنك تجيب وجهك عليه بيتعرف عليه بكل سهولة وما بيأخذ معاك حتى ثواني وأيضا يدعم بصمة الإصبع من الخلف ومجرد أنك تحط إصبعك عليه أيضا بيدعمها بكل سهولة طيب معالج الجهاز يجي اللي هو كيرين 710 وهو المعالجات المتوسطة من شركة هواوي يجيب الذاكرة العشوائية بداخله الستة جيجا الرام زي ما ذكرنا أيضا الذاكرة الداخلية المية ثمانية وعشرين جيجا بايت يجيب بطارية ممتازة جدا لهذه الفئة طبعا 3340 ميلي أمبير مع تقنية اللي هو الشحن أيضا الجهاز يجي بآخر إصدار من إصدارات الأندرويد اللي هو الـ 9 اللي هو أندرويد باي وأيضا بأحدث واجهات هواوي اللي هو الـ 9.0.1 وأيضا لمستخدمي هواوي اللي هم الجديدين على شركة هواوي أو اللي ما قد استخدم هواوي حتى لو استخدمت هواوي كنت ناسي عندك في المميزات الداخلية في الإعدادات لو دخلت على التطبيقات هتحصل عندك الدخول المتعدد تقدر تكرر السناب شات تقدر تكرر الواتساب تقدر تكرر فيسبوك والماسينجر يصير عندك أكثر من تطبيق وكل تطبيق يدخل بحساب مختلف عن الآخر أيضا غير اللي هو الدخول المتعدد للمستخدمين يصير كل مستخدم أيضا له حساب خاص فيه بصوره وفيديوهات وكل شيء هنا من خلال المستخدمون تقدر تنشئ زائر تقدر تنشئ مستخدم آخر أيضا لو دخلنا من الإعدادات على الحماية والخصوصية هتحصل عندك اللي هو قفلة تطبيقات تقدر تقفلهم ببصمة أصبعك أو بالوجه وعندك المنطقة الخاصة تقدر تحتفظ فيها ببيانات خاصة ما حتكون واضحة في الجهاز بالكامل هنا عندك أوضاع الكاميرا اللي هو الصور والفيديو والبرتري وأيضا التصوير الليلي وعندك الواقع المعزز ولو رحنا على التصوير الصور هنحصل هنا أيضا الميزة الرائعة جدا اللي هو يتعرف من خلالها على الكائنات وأيضا تقدر تترجم من خلال الكاميرا وتقدر تشوف المنتجات المتشابهة في الأسواق ولو اتجهنا إلى المزيد من الخيارات تبع الكاميرا هتحصل عندك التصوير البطيء والبنوراما وأيضا تصوير الإضاءات وعندك اللي هو غير الملتصقات وعندك تصوير اللي هو المستندات وتحويلها إلى ملف بدي اف و ايه والمزيد وهذه هي كانت مراجعاتي السريعة لفرض العائلة الجديد من عائلة الـ P30 هذه الـ P30 Lite النسخة المطورة 2019 يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب بالقناة واعطينا رأيك بالجهاز إشرايك فيه مقارنة مع سعره في أمان الله